نعم بالفعل حسين اجتماعات الأمس والاجتماعات الخاصة باليوم الأول لوزراء خارجية ورأي مصر والسودان وإثيوبيا لم تتم وفقا للجدول المحدد وإنما تم تعليقها بعدما بدأت ربما بنحو الساعة وذلك نظرا للتشاور كان هذا هو السبب إعادة التشاور من جديد بشأن بعض الأمور الخاصة بمنهجية التفاوض ومصار المفاوضات خلال الفترة المقبلة هذا التعليق تم خلاله الإشارة إلى العودة مجددا في هذا اليوم من جديد واليوم الثاني من هذه المشاورات والاجتماعات الوزرية بشأن الاتفاق حول المنهجية الجديدة وآلية التفاوض خلال الفترة المقبلة بشأن سد النهضة الإثيوبي هذا الاجتماع الذي كان مقررا بأن يكون على مدار يومين على مستوى وزراء الخارجية وقبله يوم أيضا على مستوى الخبراء لم يناقش أي من الأمور الفنية فقط التطارق إلى مسألة منهجية التفاوض أكدت خلاله مصر والسودان هذا الأمر والتأكيد على ضرورة أن لا يتم التطارق لمفاوضات جديدة دون تعديل منهجية التفاوض هذه المنهجية التي كانت طرحتها في البداية السودان وأياداتها مصر فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات الخاصة بالمراقبين وخاصة الاتحاد الإفريقي إضافة أيضا إلى الوساطة الربعية للإفتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى جانب الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات كذلك أيضا جرت خلال هذه الاجتماعات وخلال اليوم الأول من تلك الاجتماعات التأكيد على أنه لا قبول لمسألة الملء الثاني قبل التوصل إلى اتفاق وأن يتم إرجاء هذا الأمر لحين التوصل إلى اتفاق بشأن المنهجية الجديدة أولا ثم يتم التطارق بعدها إلى مسألة الاتفاق أو شكل الاتفاق وكذلك أيضا شكل المفاوضات الجديدة لكن أولا يتم تغيير منهجية تلك المفاوضات محمد القاهرة كيف ترى أهمية هذه الاجتماعات؟ يعني حسين أهمية هذه الاجتماعات تأتي أو أكد عليها وزير الخارجية المصرية الذي وصف هذه الاجتماعات بأنها اجتماعات الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل الملء الثاني وقبل أيضا الفيضان بوقت كاف كذلك أيضا هذه الاجتماعات لوحدة ومن خلال المراقبين والمتخصصين وجود لهجة جديدة لمصر في تلك الاجتماعات خاصة وأنها الأولى بعد التصريحات شديدة اللهجة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي جاءت في الثلاثين من مارس الماضي والتي أكد خلالها على وضع خط أحمر يتعلق بمياه مصر وأن المساز بحصة مصر من المياه وحقوقها في المياه سيتسبب ذلك في عدم استقرار في المنطقة كانت هذه أول تحذيرات شديدة اللهجة من جانب مصر أكد عليها الوزير سامح شكري خلال المفاوضات والذي وصف تلك الاجتماعات بأنها الفرصة الأخيرة وشدد خلالها على ضرورة الاستجابة لما يتعلق بالوساطة الربعية وعدم الإقدام مرة أخرى على الملء قبل التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بسد النهضة وأن يكون اتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل ترجمة نانسي قنقر